انا اعتبر ان مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة رسول الله انا اقرر بان مدح رسول من السنة داخل في اطار مفهوم السنة عندما نقول ما هي السنة هي ما اضيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة اللي هي الشمائل لا بد نقول أوصفة لأنه يدخل فيها الشمائل المحمدية لكن تقرير ما معنى تقرير تقرير عند علماء السنة المراد به ما فعل بحضرته وهو يراه وهو قائم موجود أو فعل في أهده هذا مسألة تتعلق بالأصوليين ليس محل بحثها هنا هل ما فعل بحضرته وهو حاضر أو ما فعل بحضرته المراد به ما فعل بعهده بالمدينة يعني شيء يفعل في المدينة والنبي موجود على وجه الأرض لم ينتقل إلى الرفق الأعلى هل يدخل في التقرير أو لا هذه مسألة العلماء يبحثوها في الأصول خلاصتها أن ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير بمعنى فعل بحضرته اعتبروا من السنة النبوية وهؤلاء الصحابة الذين مدحوا هو يسمع بل ويبتسم بل ويفرح بل ويثيبهم ويخلع عليهم بردته هذا الذي أنشد بين يديه بانت سعاده في قلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاده غداته البيني إذ رحلوا كعب لما أنشد هذه القصينة النبي أخذ البردة وخلعها عليه وهي البردة الحقيقية ليست البردة التي هي مشهورة الآن من تذكر جيران بذي سلمي هذه بردة منانية سميت بالبردة وهي في الحقيقة البرأة لأن صاحبها البصيري له قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان أصيب بمرض ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يخلع عليه بردته فأنشد هذه القصيدة وهذه قصة طويلة عريضة لكن البردة الحقيقية التي خلعها المصطفى صلى الله عليه وسلم على الشاعر حين مدحه إنما هي بانت سعاد فهذه بانت سعاد هي البردة ما معنى أن النبي يأخذ بردته ويخلعها على هذا الشاعر سرور بما فعله فرح بما قاله فالنبي سر بمدحه وسر بما قاله الشاعر وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بمن يأتي بين يديه ويمدحه هذا حسان بين يديه وهو صلى الله عليه وسلم داخل إلى مكة لقصيدته المشهورة التي يقول فيها فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء ثم يقول بعد ذلك في أبيات أخرى له وأجمل منك لم ترقط عيني وأحسن منك لم تلد النساء ولدت مبرأا من كل عيب كأنك قد ولدت كما تشاء أي مدحة أعظم من هذا وهذا هو صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى مكة وابن راحة بين يديه يصيح ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله أو كما قال فالحاصل أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة والواقع يعتبر من السنن النبوية لأنه صلى الله عليه وسلم سمعه وفرح به وأثاب عليه وأعطى بردة وأناله ما أناله وأجازه بما أجازه به فهذا دليل على أن الصحابة كانوا يمدحون المصطفى صلى الله عليه وسلم